إلى شأن آخر وتحديدا المغربي حيث أفد تقرير رسمي حديث أن عدد العاطلين عن العمل في البلاد سجل انخفاضا من نسبة 5% خلال الفترة ما بين الفصل الثالث من سنة 2021 ونفس الفصل من سنة 2022. التقرير للمندوبية السامية للتخطيط كشف أن قطاعي الصناعة والخدمات كان الأكثر توظيفا. تقرير رسمي مغربي جديد يكشف انخفاضا في عدد العاطلين عن العمل في البلاد. التقرير الذي أصدرته المندوبية السامية للتخطيط وهي مؤسسة حكومية مغربية يقول أن عدد العاطلين عن العمل سجل انخفاضا بـ 70 ألف شخص أي ما نسبته 5%. وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل البطالة سجل انخفاضا بالنسبة للرجال من 10.4% إلى 9.5% مقابل ارتفاع بأقل من 1% في صفوف النساء. في المقابل فقد الاقتصاد المغربي 58 ألف منصب شغل بين الفصل الثالث من سنة 2021 ونفس الفصل من سنة 2022. وحسب معطيات التقرير فإن قطاع الفلاحة والغابة والصيد وقطاع البناء والأشغال فقدوا أعلى نسب الوظائف. فيما كان قطاع الصناعة والخدمات أكثر القطاعات توظيفة. وكانت تقارير سابقة لمندوبية التخطيط السامية قد أشارت إلى أن أعلى نسب البطالة في المغرب تتركز في المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد. النقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة المغربية الرباطة الدكتور رشيد أوراز. الخبير الاقتصادي والباحث في معهد الشرق الأوسط. أهلا بك معي دكتور أوراز. نسبة جيدة. انخفاض معدل البطالة. يستحود قطاعي دعنا نقول الصناعة والخدمات وفق المندوبية السامية للتخطيط في البلاد على نسبة التوظيف الأعلى. ماذا نفهم من هذا التقرير؟ أهلا وسهلا. هذه الأرقام تغطي تكشف جزء من الحقيقة. فعلا مرتبط بالتطور العام لمستوى البطالة. ولكن في نفس الوقت أيضا تكشف بعض المشاكل. لأنه أكبر عدد من فرص العمل تدمرت أو لم تخلق بقطاع الفلاحة. خصوصا وما هو مرتبط به في الزرعاء إلى غير ذلك. ونحن نعرف بأن هذا القطاع يوفر كثيرا من الفرص للأشخاص الموجودون بالعالم القروي. ومن خارج المدن الكبرى. وبالتالي فالناس في حاجة إلى مزيد من الفرص في تلك المناطق. والسبب هو أنه خلال هذه السنة المغرب يعرف سنة الجفاف. ونشاط الزراعي والنشاط الفلاحي موسمي. وغالبية هؤلاء الأشخاص يعتمدون على العمل خلال هذا الفصل. من أجل توفير الدخل لبقية السنة. وهذه المشكلة الكبرى. ثم هناك شيء جيد هو أن القطاعات التي خلقت كثير من فرص العمل نسبيا مقارنة بحجم الاقتصاد المغربي. هي قطاعات قيمتها المضافة جيدة مرتفعة مقارنة مع قطاع الفلاحة. في نفس الوقت تعطينا مؤشر على أن الاقتصاد المغربي بدأ يتعافى شيئا فشيئا من تأثيرات كوفيد. التي استمرت تقريبا سنتين 2020 و2021 وإلى منتصف سنة 2022. هذا المؤشر الثاني. ثم المؤشر الثالث الذي أيضا ما زال يبقى نقطة سلبية. هو أنه البطالة أو فرص العمل بالنسبة للنساء. والعمل بالنسبة للنساء هو أقل بكثير. أو نسبة التشغيل في صفوف النساء أقل بكثير من صفوف الرجال. وهذا يخلق تفاوت في سوق الشغل. نفس الشيء أيضا ينطبق على الشباب خصوصا حاملي الشواهد العليا أيضا. يجدون مشاكل كثيرة في الولوز إلى سوق الشغل. وفيه جد فرص عمل. يعني كل ما تفضلت به هو يضع النقاط على الحروف. لربما بشأن الاقتصاد المغربي. ولكن ما الحلول المقترحة من الحكومة على المدايين القصير والطويل. لحل هذه الأزمة. للأسف الآن نحن اجتزنا كوفيد-19. ربما ما نزل في تأثيراته الاقتصادية. أيضا هناك الجفاف. وهناك أيضا حرب الروسية على أوكرانيا. وكلها ثلاث عوامل شديدة تأثير على الاقتصاد المحلي. والحكومة غير قادرة على مواجهتها. ثم هناك أيضا ما يتعلق بموجة تدخم العالمية التي رفعت من كلفة الانتاج. خلقت مشاكل على مستوى القدرة الشرائية للمواطنين. الحكومة لا تستطيع مواجهة هذه العوامل. لأنها أقوى من مواردها وأقوى أيضا حتى من قدرتها. لكن في نظري ليس هناك حل من أجل إطلاق دينامية الاقتصاد. وخلق فرص العمل غير الاستثمار. وخصوصا الاستثمار الخاص. يعني المستثمرين الخواص. وأيضا المستثمرين الأجانب. الاستثمار العمومي عادة لا يخلق كثير من فرص العمل. ثم يخلق فرص عمل مؤقتة. في نفس الوقت لا يخلق كثير من القيمة المضافة. ثم مساهمة في النموض. ضعيفة. يعني بشهادة بدراسات رسمية صادرة عن البنك المركزي. وصادرة أيضا عن مندوبية السامية للتخطيط. يبقى هناك حل واحد هو الاستثمار الخاص. هل الحكومة قادرة على إقناع الاستثمار الخاص بالمغامر في هذه الظروف. الآن ثم هل هي قادرة على جد مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. هذا هو الحل. وفي نفس الوقت هو التحدي الموضوع على طاولة هذه الحكومة. ماذا عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة. أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة للاقتصادات العالمية. ليس فقط نتحدث عن المغرب بالتأكيد. ولكن هل من خطط لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. خاصة في المناطق دعنا نقول الشرقية والجنوبية. والتي ذكرت كثير من التقارير السابقة. أن هي المناطق الأكثر التي تتواجد فيها نسبة بطالة عالية في المملكة المغربية. هذه من بين الحلول التي يجب على الحكومة أن تقوم بها. الدولة أيضا يجب أن تشتغل على هذا المجال. هناك بعض البرامج. ولكن لتوظيف الشباب. لتوظيف الشباب حامل المشاريع للأفكار الصغيرة. يعني مقاولات توظف شخصين أو ثلاثة أشخاص. خمسة أو ربما عشرة أشخاص. لكن هناك مشاكل عديدة. هناك مشاكل على مستوى الإدارة. هناك أيضا مشاكل في الولوج إلى التمويل. الآن المقاول الصغير أو الشاب. هو يكون جزء من سلسلة طويلة. تكون دائما في المقدمة مقاولة وقطاع كبير. ثم تكون هناك مقاولة صغرى تدور حوله وتشتغل حول ما ينتج من خدمات ومن سلع. ثم هي غالبا تشتغل كوسيط بينه وبين الزبناء. أو ربما تكون هناك بقطاع التكنولوجية الحديثة يتيح فرص أن تقوم أنت كمقاولة صغرى بتقديم خدمات جديدة كلية ومعتمدا على قدرتك على الإبداع وعلى الخلق. في أسياق الحالي من الصعب أن يغامل خصوصا القطاع البنكي بتمويل هذه المشاريع. بالتالي تبقى أغلب المشاريع الصغيرة هي غير مهيكلة. وهي غير وصوت. لا يمكن اعتبارها اقتصاد منظم. وهي أيضا لها مشاكلها. وهي أيضا تعاني من الهشاشة. شكرا لك من العاصمة المغربية الرباط الدكتور رشيد داوراز الخبيل الاقتصادي والباحث في معهد الشرق الأوسط.